نسأل بداية الآن لأول مرة تركيا تشارك برئيسها رجب طيب أردوغان في منظمة شانقهاي للتعاون ما دلالت هذا التوقيت بالتحديد؟ مساء الخير تحياتي لكم أستاذ المشاهدين بداية نجب أن نقول بأن هذا الحلف أو هذه المنظمة هي بالأصل كانت تسمى خماسية شانقهاي تأسست عام 1996 من خمسة دول ثم عام 2001 انضبط إليها أسباكستان ثم في عام 2012 انضبط إليها كل من الهند وباكستان وإيران وبالتالي أصبحت تسعة أعضاء بالإضافة الآن إلى تركيا كما يسمى أو تعتبر الشريك المحاور أو المراقب هل ستنضم تركيا إلى هذا الحلف أو هذه المنظمة؟ بالمناسبة هذا الحلف أو هذه المنظمة هي منظمة أمنية تمثل نصف سكان العالم وبالتالي تحمل أهمية قصوى وهي ربما تعتبر المناوئ أو البديل لحلف وارسو وبالتالي هو ما يواجه من مقابل النيتو إذن تركيا هي الآن عقدة المنشار هي الآن حجر الزاوية دولة عضو في النيتو ولكنها هي الآن أيضا تعتبر شريك استراتيجي مهم ومحاور أساسي في هذه المنظمة ومن المتوقع عندما سأل رئيس أردوان هل تركيا ستنضم إلى هذا الحلف؟ قال نعم الطريق مفتوح لكل الاحتمالات هذه السياسة الدبلوماسية التركية السيدي وهي التوازنات الإقليمية لا مع هذا بالمطلق ضد الطرف الآخر ولا مع النيتو بالمطلق ضد الطرف الشرقي لماذا هذا التوقيت بالذات؟ التوقيت له دلالات هناك تغيرات جيوسياسية في المنطقة انسحاب أمريكا من أفغانستان الحرب الروسية الأوكرانية الآن بداية مناوشات واستفزازات أرمانية ضد أذربيجان مناوشات بين تاجاكستان وبين أزباكستان وبالتالي المنطقة على صفيح ساخن وهذا الاجتماع يحمل أهمية قصوى تركيا لا تريد أسمات تركيا لا تريد أن يكون هناك توسع دائرة الصدمات العسكرية في منطقة هي جزء منها وبالتالي نعم هذا الاجتماع كان مهم ولأول مرة يشارك الرئيس أردوان على مستوى رئاسة الجمهورية التركية في هكذا ملتقى في سمرقند ويحمل أهمية قصوى هذه المشاركة إذ من ضمن هذه المشاركة تم تحقيق الكثير من النتائج لعلى من أهمها التوافق على أن الأمن أولوي قصوى وبالتالي هو تحالف أمني أكثر منه اقتصادي أو تجاري بمعنى كيفية حماية أعضاء هذه المنظمة دبلوماسيا وسياسيا وكيفية تفعيل القانونات الدبلوماسية وهذا ما تريده تركيا أن يكون لها دور فعال وأنها تسمح للاستفزازات أو يكون هناك حروب أو مناوشات وتوسع دائرة الصدمات العسكرية لأن تركيا معنية بما يحدث في المنطقة نعم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة